السلام عليكم اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين القناة النهاردة ان شاء الله هنبدأ في حل اسئلة يونت 9 هنبدأ بلسن 1 و 2 من كتاب المعاصر يونت 9 بتكلمنا عن build a greener world build a greener world يعني بناء عالم اكثر نظافة ده اول تمرين معنا على ال vocabulary هيختبر هنا مهارتك او فهمك للكي vocabulary اللي هي المفردات الرئاسية للدرس طبعا قبل ما نبدأ الحل ياريت تدعم الفيديو باللايك والشير ولو مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس وكمان احنا مش نحل المعاصر بس هنحل كتاب جيم وان شاء الله كتاب bit by bit يلا بنا نبدأ الحل مع بعض اول سؤال بيقول your glass paper plastic products products معناها منتجات يبقى منتجاتك الورقية والزجاجية والبلاستيكية to reduce يعني تقلل pollution and conserve energy conserve معناها توفر او تحافظ على الطاقة طبعا هنا هنختار recycle يعني تعيد تدوير طبعا هنا healthy food طعم صحي هتبقى healthy food products يعني منتجات طعم صحية this tower is 30 meters above the sea طبعا above the sea level above يعني فوقه و sea level مستوى فوقه مستوى سطح البحر بعد كده student book will work book exercises people on the red sea coast كلمة coast يعني ساحل الناس على ساحل البحر الاحمر needed to work together to ويجاب لي هنا فراغ the problem طبعا نختار solve solve معناها يحل mangrove 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 اللي هو شجر المانgrove force غابات شجر المانgrove will the cost from rising sea levels طبعا will protect protect يعني تحمي الساحل من ارتفاع مستوى سطح البحر which of these is not a crop يعني اي من الكلمات الاتية مش محصول طبعا عندي potatoes محصول oranges rice fields هي اللي معناها حقول هي اللي مش محصول مال كده المعاصر exercises تمارين المعاصر microwave is a or an machine طبعا electric machine يعني آلة كهربائية او تدار بالكهرباء all you need to have healthy teeth is a tooth paste and a يعني كل ما تحتاجوا لكل دايك اسنان صحية هو معقول اسنان و طبعا tooth brush toothbrush يعني فرشاد اسنان our car were run out of in two minutes run out of معناها يستنفز او يعني يستهلك او يخلص الكمال اللي عنده run out of طبعا petrol petrol اللي هو البنزين if you are a ويجاب لي هنا فراغ lover lover معناها محب او عاشق لشي you should work to stop environmental pollution طبعا لو انت حابب الطبيعة nature if you are a nature lover لو انت حابب للطبيعة او محبين الطبيعة لازم تعمل على تقيقاف او منع تلوس او التلوس البيئي بعد كده language notes expressions and prepositions دي اسئلة الملاحظات اللغوية والتعبيرات وحروف الجار she asked me هي سألتني to give not smoking طبعا هنا to give up smoking give up يعني يقلع عن وبتساوي كلمة stop stop يعني يتوقف او يمتنع بعدها we should ويجيب لي هنا فراغ water by all means by all means بكل الوسائل او بكل الطرق يبقى هنا we should save water يعني نوفر او نحافظ على المياه بكل الوسائل و بكل الطرق بعد كده most accidents most يعني معظم accidents الحواليس are caused يعني تسبب carelessness اللو الاهمال طبعا by are caused by carelessness تسبب بواسطة الاهمال او يتم تسبب بواسطة الاهمال is a tall tropical plant يعني نبات استوائي طويل with hollow stems that is used for making furniture طبعا طبعا هنا يقصد نبات البامبو هو ده اللي نبات استوائي وليه سقان السق بتاعته مقسمة زي عكل كده ده طبعا نبات البامبو وبيستبدأ في صناعة الاثات بعد كده means تعني that it can be filled again يعني يمكن ملقوها مرة اخرى with electric power with electric power بالطاقة الكهربية طبعا ده معناها rechargeable rechargeable يعني يمكن اعادة شحنها means to be means able to be used again يمكن استخدامه مرة اخرى طبعا ده يقصد reusable يعني يمكن اعادة استخدامه is a small plant نبات صغير which has started to grow from a seed يعني نبات صغير بدأ ينمو من بزرة طبعا يقصد هنا seedling seedling means causing little يعني يسبب little or no damage to the environment يعني يسبب ضرر ضرر قليل او لا ضرر للبيئة therefore معناها لذا able to continue قادر ان يستمر for a long time طويل طبعا هنا يقصد sustainable sustainable يعني مستدام بعد كده guessing the meaning خامل المعنى this machine is electric هذه الآلة الكهربية it works by تدار بواسطة electricity الكهرباء he could هو استطاع the problem when he found the reasons عندما وجد الأسباب طبعا solve يعني يحل بعد كده معنا exercise on vocabulary study تمارين على دراسة المفردات يعني هيسألني في الانتونيم المضاد السنونيم اللي هو المرادف وكمان الصفكس اللي هي لها اللاحقات والبريفكس اللي هي البادئات اول سؤال معنا you should save some money ينبغي أن تدخر بعض المال the word save الكلمة save can be replaced يمكن أن تستبدل buy طبعا save ممكن استبدلها بكلمة keep يعني يحافظ على the antonym the antonym antonym يعني المضاد of the word higher مضاد كلمة higher يعني أعلى is lower يعني أكثر انخفاضا المنخفض أكثر سالم is a little football player لعب كرة قدم صغير he is 11 years old the word little كلمة little here means معناها طبعا young يعني صغير السن we add the prefix بنضيف ال prefix وقاب لي هنا prefixات re و m و on و er to get the antonym عشان نحصل على المضاد of the word usual طبعا usual عشان نجيب المضاد أو ال antonym متاحها بنضف لها on طبعا unusual يعني غير معتاد the suffix اللاحقة وعرفني عن اللاحقة يعني مقطع بضف آخر الكلمة can be used to get the adjective يعني ممكن نستخدمه عشان نحصل على الصفة from the word من الكلمة environment كلمة environment يعني بيئة نحصل على الصفة عشان نحصل على الصفة اللي هي بمعنى بيئي طبعا عندي l و ment ed و ing طبعا الصفح l exercise on language دي تمرين القواعد طبعا القادة اللي هنا موجودة في الوحدة أول قادة فيها هي expressing past habits إذا تعبر عن عدد في الماضي باستخدام used to هنبدأ أول حاجة بتمريني student book و work book أول هنا سؤال معنا بيقول in the past في الماضي people not used to use energy saving light bulbs يعني في الماضي الناس لم يكونوا معتدين على استخدام اللمبات الموفرة للطاقة طبعا هنا هنستخدم النافي نفي العدد في الماضي أو نفي القاعدة دياتي هيبقى didn't هنحتاج did هنضيفها not وهنكتب use زي ما هي في المصدر و مع two يبقى didn't use to يعني لم يكن معتدا أن we used to we used to wasting water but now we try to save it يعني كنا معتدين نحنا نهدر المياه لكن حاليا احنا بنوفرها فلا طبعا بعد two احنا عرفنا بنختار الفعل في المصدر فواستينج هنخليها waste بالشكل ده بعد كده I don't use to طبعا احنا عرفنا النفي في الماضي نفي used to في الماضي هنستخدم didn't بدد don't mom used to get plastic bags at the supermarket but now she gets paper one يعني امي كانت معتدا انها بتحصل على او بتحصل على او بتجيب يعني الطلبات في plastic bags في السوبر ماركت لكن حاليا هي بتجيب الطلبات من السوبر ماركت في اكياس ورقية فهنا طبعا معبرة معادة في الماضي فهنستخدم used to بالشكل ده dad didn't use to طبعا احنا عرفنا ان used to بيجب وراء الفعلة في المصدر وهنا ضيف ed احنا رجع turned للمصدر بتبقى turn my grandparents my grandparents اكدالي didn't use sent طبعا احنا يجب لي use من غير تو ويجب لي sent الماضي emails they wrote letters هم كانوا بيكتبوا خطبات ما كنش معتدين ان هما يرسلوا emails طبعا عشان نعبرة معادة في الماضي اول حاجة هنستخدم هنكتب هنا طبعا didn't lam sorry didn't lam هنا طبعا النافي هفعلا هيجي وراها use use بس مقص to و sent هنرجحها الاصل بتاعها لو send المصدر بتاعها هتبقى didn't use to send لم يكونوا معتدين ان بعد كده adults grandfather دي طبعا تمارين كتاب المعاصر زي ما انتم شايفين معايا adults grandfather didn't طبعا didn't يبقى وراها المصدر use what طبعا في السؤال used to you used to learn at primary school طبعا في السؤال بنستخدم did هتبقى what did you used to ماذا كنتم معتدين ان learn يعني تتعلم بعد كده doctor samah doctor samah used for طبعا احنا عارفين انها بدل for احنا اتفاعل انها used to he used to sings nice songs اعتاد ان يغني طبعا بعد two بنستخدم الفعلة في المصدر هتبقى sing يغني i didn't طبعا didn't بيجو وراها الفعل في المصدر فهتبقى didn't use to swim did طبعا did هنرجع الفعل للاصل بتاعه used هنرجحها لuse للاصل did he used to ride bikes i not طبعا هنا الصيلة المنفية او نافية العادات في الماضي هتبقى didn't هنجد did مع not هتبقى didn't و used هنخليها use هتبقى didn't use to my grandpa used to طبعا بنجيب وراها الفعلة في المصدر اللي هو live he used to swim a lot اعتدى ان يزبح كثيرا when he طبعا هنا بنتكلم في الماضي فهنز هتكون was when he was younger no i don't used to eat fish طبعا احنا عرفنا النافي بdidn't يبقى no i didn't used to eat fish that building used to طبعا بي هنشير ing لين used to طبعا هات هنرجحها للمصدر بتاعها اللي هو have i am using to live in a small flat when i was child طبعا هنا i am using هنحوالها used to i used to يعنى كنت معتادة الان اخر سؤال معانا what games ما الالعاب طبعا you used to play at prime school طبعا هنعرفين الفان المصدر هنا هيكون dead دي التمارين بتاع القاعدة التانية في الوحدة وهي second conditional او الحالة الشرطية التانية هنبدأ اول حاجة بتمارين الwork book وال student book اول حاجة if there were طبعا احنا عارفين هنا يبقى بعد if الماضي البسيط طبعا الماضي البسيط من are هو were were if there were more mangrove trees along the coast there would be fewer flats يعنى لو كان فيه اشجار mangrove اكتر بمحازات او بطول الساحل كان هيبقى فيه فيضانات اقل بس اللي طبعا احنا اللي حصل ان ما كانش فيه او مفيش اشجار mangrove اكتر وبالتالي حصل فيضانات اكثر يعنى احنا الحالة التانية زي ما انتم درستو بنستخدمها عشان نتخيل موقف عكس الواقع او عكس الحقيقة if we had more money لو كان لدينا مال اكثر ده معناه ان احنا حاليا ما معناش مال اكثر we طبعا كان هنحول code طبعا الجزء التاني من الجملة جملة الشرط اللي هي بعد if بيبقى فيها زمن الماضي البسيط الجملة التانية بتبقى would او could او might والفعل في المصدر السؤال الرقم ثلاثة if we اتفقنا ان بعد if هنستعمل الفعل في زمن الماضي البسيط فتبقى if we lived in hergada we would go to the beach يعني لو كنا عايشين في الغرداء كنا زرنا او كنا ذهبنا للشاطئ بس الواقع ان احنا مش عايشين حاليا في الغرداء ومش هنيضا نروح الشاطئ those farmers move if there was another flood طبعا هنا هنستخدم would would move وطبعا هنا هنفيها بnot هتبقى wouldn't be she wouldn't be an environmental scientist يعني ما كانتش هتكون عالمة بيئة لو هي ما كانتش بتحب الطبيعة بس الواقع ان هي بتحب الطبيعة وهي حاليا عالمة بيئة what طبعا we'll هنحولها لو would what would you do if you got a job in a different city يعني انت خيل نفسك لو انت ايه اللي هتعمله لو انت حصلت على وظيفة في مدينة مختلفة طارق would pass the test يعني طارق كان هينجح في الامتحان if he studied طبعا هنا studies هنحولها الماضي البسيط بتاعها لو ha studied harder ولكن الواقع ان طارق معداش الامتحان وكمان ما ذاكرش كويس لانه ما ذاكرش كويس العكس هو اللي حصل what clothes ما الملابس would you wear if you lived يعني ايه الملابس انت كنت هترتديه لو انت عيشت in a cold country بلد بارد السؤال رقم تسعة have we have fewer storms if climate change stopped لو بنتخيل لو التغير المناخي توقف كان هيكون عندنا عواصف اقل لكن في الواقع هنحن عندنا عواصف اكثر بسبب التغير المناخي المناخي اللي هو ما توقفش او مش قادرين نوقفه فطبعا هنا هنستخدم would have we would have fewer storms if climate change stopped if they not cut down so many trees لو هما ما قطعوش اشجار اكتر من اللازم they would have bigger force كان هيكون عندنا غابات اكتر طبعا نستخدم الماضر البسيط المنفي اللي هو didn't زائد المصدر هتبقى didn't cut down بالشكل ده بعد كده معنا اسئلة كتاب المواصلة القادة the volleyball team would win the match if they هنحول have للماضر التاحة had better players players if i am you طبعا انا بتخيل نفس مكانك فهستخدم الماضر التاع am طبعا هنا مفروض if i was لكن طبعا في القادة دياتي مش هنستخدم was المعروف ان i بتاخد was لكن هستخدم where لان هنا حالة تخيلية if i were you لو انا مكانك i traveled to a european country طبعا مكانك كنت هسافر لدولة اوروبية if he was tall لو هو كان طويل he can طبعا he could تفعل ان في جملة الشرط هتكون could or would or might زائد المصدر he could play basketball if he doesn't hate lying he would travel by blame لو هو ما بيكراش الطيران هكانه يسافر بالطيران طبعا هنا doesn't هنخليها didn't ياسر would ياسر would probably get high marks if the teacher encourages him يعني ياسر كان من المحتمل هيحصل على درجات عالية لو كان المدرس شجعه بس واضح ان المدرس ما شجعوش ولذلك هو حصل على درجات سيئة فطبعا هنا encourages هنجيب الموضل بتاع encourage طبعا ندافع له منتظم فهنشيل منه ال S ونضاف له D فتبقى encouraged اسف في ايه هنا if we had more time لو كان عندنا وقت اكتر وطبعا will هنحولها ل would would visit your cousins in Greece what would you طبعا هنا would بيقى وراها الفعل لو would هي الفعل المساعد بتاع السؤال ضروري الفعل يكون في المصدر فتبقى do what would you do if you had much money يعني تخيل لو انت ايه ممكن تعمله لو انت كان معاك او امتلكت مال كثير The problems المشاكل caused by rising C levels المشاكل هي متسببة اللي حصلت بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر could طبعا getting هنخليها get worse if they didn't plant new mangrove forests The boy will sleep better طبعا هتبقى would sleep better if he stopped playing computer games in the evening I would write if I knew طبعا هنحاول know ودفع على شهر فتبقى new her address وصلنا لل general exercise on lessons 1 و 2 دي التمارين او تدريبات العامة على درس 1 و 2 اول حاجة المحادثة finish the following dialogue اكمل محادثة الايديا أشرف is talking to his classmate فادي about saving electricity يعني اشرف بيكلم او بيتحدث الى صديق زميل الفصل او زميله في الدراسة فادي بيتحدث معه عن توفير الكهرباء اشرف بيكلم فادي بيقوله good morning فادي صباح الخير يا فادي فادي بيرده بيقوله good morning اشرف 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 بيقوله فادي what do you think of our lesson today بيسأل فادي بيقوله ما رأيك في درس اليوم طبعا ممكن يقوله it was ويكتب اي صفة للدرس ممكن يكتب important مهم useful مفيد ممكن يكتب amazing مذهل fantastic اي صفة هو الانسب هنا ان احنا نكتب useful لكن طبعا ممكن نكتب صفات تانية وتمشي برضو والاجابة تكون مقبولة it was useful كان مفيد what should we do to save electricity ماذا ينبغى علينا ان نفعل لنوفر الكهرباء i agree with you it is useful اتفق معك ان هو مفيد to save energy لنوفر الطاقة بيقوله هنا to save energy عشان نوفر الطاقة وجاد هنا فراغ ففادي بيرد بيقوله i always turn off the lights before leaving any place فادي بيقوله انا دايما دايما بطفي الانوار قبل ما تغادر اي مكان فاكيد اشرف قال له نصيحة انك انت لازم تطفئ الانوار بعد ما تستخدمها او بعد ما تغادر او قبل ما تغادر المكان فبيقوله you should you should turn turn off turn off lights after using using it طبعا ممكن it لو light لو انا استخدم light من غير اس هي مفروضة من غير اس فتبقى you should turn off light يعني تطفئ النور after using it لاني اللايت طبعا اللي هو النور او الكهرباء دي طبعا اسمه ما بيتعدش فلازم استعمالها light فتبقى you should turn off light after using it بعد استخدامه لازم نطفيه فهنا طبعا قال له ان انا بعمل كده وعايز يعرف كمان ايه اللي ممكن يتعامل فهيقول له what else طبعا هنا عشان يشجعوا what else معناها ايضا ماذا ايضا عشان يشجعوا يقول له كل المعلومات اللي عنده في الموضوع دواتي فقال له we can also depend on the sunlight during the day and don't use electricity ينبغى ان احنا نعتمل على ضوء الشمس اثناء النهار وما نستخدمش الكهرباء فهنا فادي بيقول له I suggest turning off the devices كمان نطفي الاجهزة that we don't use اللي احنا ما بنستخدمهاش فطبعا قال له وماذا ايضا تقترح هيقول له what else وماذا ايضا what else do you suggest وماذا تقترح ايضا I suggest turning off the devices that we don't need فطبعا اشرف هيتطفق معها هيقول له that's right وممكن يقول له you're right او اي حاجتين برضو هتكون اجابة مقبولة بعد كده التاني سأل في الاكسرسيز read and complete the text with words from the following lesson حتى هنا ارى ونكمل الفراغات الموجودة من الكلمات الموجودة في الليست عندنا we should try to save energy as much as possible ينبغي علينا ان نحافظ على الطاقة بقدر الامكان we can do many things to save energy نستطيع ان نفعل اشياء كثيرة لنوفر الطاقة like using energy saving light bulbs اللي هي اللمبات الموفرة للطاقة and rechargeable batteries rechargeable rechargeable batteries we should tear turn off the devices and the lights that we don't need ينبغي ان نطفئ الاجهزة والانوار اللي احنا مش محتاجين our bad habits that we used to do in the past we should be stopped كل العادات اللي احنا كنا بنعملها في الماضي يجب ان تتوقف بعد الكده معانا سؤال choose that is something that gives power to a machine toy car شيء بيدي طاقة للآلة آلة زي لعبة أو سيارة أو كده مراد في سننم اللي هو keep he is too little to do that project يعني هو صغير جدا انه هو يقوم بذلك المشروع the antonym of the word little مضاد كلمة little is طبعا مضاد little is old يعني كبير to get the adjective from the verb recharge عشان نجيب الصفة من الفعل recharge اللي هو يشحن أو يعيد شحن we add the suffix طبعا بنضيفه السوفيكس able تبقى rechargeable يعني يعاد شحنه أو يمكن عادة شحنه we add the prefix بنضيف السابقة to the word usable to mean use again بنضيف السابقة an ولا re ولا dis ولا am ل usable عشان تدي معنى انها ممكن تستخدم مرة أخرى طبعا السابقة أو ال prefix re تبقى reusable something which is sustainable شيء اللي هو المستدام هو شيء متجدد renewable بعد كده write one hundred and ten يعني اكتب مئة وعشرة words كلمة on the following مطلب منك انك تكتب مئة وعشرة كلمة الموضوع a review of a day you spent in a place you never forget يعني يوم انت قضيته في مكان عمرك ما تنساه وده طبعا مجاب عنه في نهاية الكتاب في نهاية الفيديو بتمنى ان يكون الشرح والحل عجبكم وقدر تفيدكم ومتنسوش تدعم الفيديو باللايك ولو مش مشترك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تقدر تتابع معي كل حلول الكتب الخارجية للمرحلة الاعدادية اتمنى لكم كل خير وتوفيق اشترك في القناة اشترك في القناة